تعرفتم في فيديو سابق على تأثير أيونات الكالسيوم داخل الخلية العضلية فإذا زاد تركيزها ترتبط ببروتينات ألتروبينين فيتغير شكل البروتين ما يبعد ألتروبو مايوسين وعندها يرتبط رأس المايوسين بالأكتين ويحركه ما ينتج انقباض العضلة أي أن ارتفاع تركيز أيونات الكالسيوم يعني انقباض العضلة وانخفاض تركيز أيونات الكالسيوم يحررها من التروبونين فيعود إلى شكله الأصلي ويثبت التروبو مايوسين ليمنع رأس المايوسين من الارتباط بالأكتين فلا تنقبض العضلة أما في هذا الدرس ستعرفون طريقة تحكم العضلات بتركيز الكالسيوم فترفعه للانقباض وتخفضه للراحة أو بمعنى أضاق ستعرفون طريقة تحكم الجهاز العصبي بالعضلات فيأمرها برفع تركيز الكالسيوم والانقباض أو يأمرها بخفض تركيز الكالسيوم والانتداد في دروس سابقة تعرفتم على الخلايا العصبية وطريقة عملها تتبعوا الرسم وتذكروا ما تعلمتموه هذه نهاية محور خلية عصبية أو عصبون وبدلا من التقائها مع زوائد شجيرية لخلية عصبية أو عصبون جديد تلتقي في التشابك العصبي مع خلية عضلية لاحظوا في الرسم هذه منطقة التشابك العصبي مع خلية عضلية في الطرف المقابل هذه نهاية محور خلية عصبية هذا هو التشابك العصبي وهذا هنا هو الشق التشابكي تمثل هذه خلية عصبية قبل التشابكية وهذه خلية بعد التشابكية لكنها ليست خلية عصبية هذه المرة هنا تلاحظون غشاء الخلية العضلية لكن ستعرفون تركيبها الكامل في دروس أخرى هذا الغشاء يسمى غشاء الليف العضلي وتلاحظون فيه ما يشبه الطياء أو الثانية أو الشق فإذا كنتم تنظرون للغشاء من أعلى سطح الخلية سترونه يشبه الفجوة أو الحفرة داخل الخلية هكذا لكن الرسم هنا يعرض مقطعاً عرضياً فترونه يشبه الشق هذه الشقوق أو الانغمادات في الغشاء تسمى أنيبيبات مستعرضة وهذه هنا عضية مهمة في الخلية العضلية تسمى شبكة ساركوبلازمية وهي شبيهة بالشبكة الاندوبلازمية لكن مع اختلاف الوظيفة إن وظيفة الشبكة الساركوبلازمية هي التخزين فهي تحوي مضخات أيونات الكاسيوم على غشائها وهذه المضخات هي من الأنزيمات المحللة للـ ATP أي تستخدم جزيئات أدينوسين ثلاث الفوسفات ATP لمد المضخات بالطاقة فعندما يرتبط جزيء ATP بالمضخة تكون أيونات الكاسيوم مرتبطة بها أيضاً فيتحلل الـ ATP إلى أدينوسين ثناء الفوسفات ADP ومجموعة فوسفات حرة ما يغير شكل بروتين المضخة لتمرر الكاسيوم إلى الداخل إن ضخ الكاسيوم إلى داخل الشبكة الساركوبلازمية أثناء راحة العضلة أي وهي منبسطة يزيد تركيز الكاسيوم داخلها لكن بالمقابل يخفض تركيزه خارجها أي في وسط الخلية كأنه مخزون في الشبكة الساركوبلازمية أما عند انقباض العضلة تخرج أيونات الكاسيوم من الشبكة الساركوبلازمية إلى سيتوبلازم الخلية العضلية وترتبط بالتروبونين وبالتالي تتسلسل الخطوات لانقباض العضلة والتي ذكرناها في درساً سابق هذه المنطقة هنا هي داخل الخلية العضلية وهي المنطقة التي تحوي خيوط الأكتين ورؤوس الميوسين والتروبونين والتروبومايوسين وكل هذه العضيات موجودة هنا في هذا الوسط فتخيلوها كما في الرسم هكذا يمكنكم معرفة المزيد عن أجزاء الخلية العضلية وتوزيعها في دروس لاحقة من ناحية أخرى يوجد هنا خلية عصبية حركية ترسل إشارة إلى الخلية العضلية لتنقبض كما تتذكرون من الدروس المتعلقة بالخلية العصبية تأتي الإشارة عبر المحور من خلال انتقال جهد الفعل إذ توجد قنوات السوديوم الحساسة لفرق الجهد على غشاء المحور وعندما يصبح فرق الجهد موجباً تفتح القنوات لتدخل أيونات السوديوم فترتفع الشحنات الموجبة في الداخل أكثر ما يحفز القنوات المجاورة لتفتح وهكذا تستمر الإشارة بالانتقال عبر المحور إلى نهاياته إذا كان فرق الجهد موجباً بما يكفي ليصل إلى عتبة تنبيه قنوات الكاسيوم فإنها تفتح وتسمح لأيونات الكاسيوم بالدخول إلى الخلية في الداخل ترتبط أيونات الكاسيوم ببروتينات قريبة من الغشاء قبل التشابكي والتي تشد الحويصلات نحو الغشاء تذكروا إن الحويصلات هي الأخشية التي تحمل النواقل العصبية حين يرتبط الكاسيوم بهذه البروتينات يسمح لها بإجراء الإخراج الخلوي أي يسمح لغشاء الخلية الحويصلية بالاندماج بغشاء الخلية العصبية الحركية ما يؤدي إلى خروج النواقل العصبية إلى الشق التشابكي يمكنكم الاطلاع على هذه العملية بالتفصيل في الفيديو الخاص بالتشابك العصبي تسمى النواقل العصبية هنا بأستيل كولين والتي ترتبط بالمستقبلات على غشاء الليف العضلي أو غشاء الخلية العضلية ما يفتح قنوات السوديوم الموجودة على الخلية العضلية كما تلاحظون هناك فرق في الجهد بين جانبي الغشاء الخلية العضلية أيضاً كما في الخلية العصبية بالتالي عندما يصل الأستيل كولين إلى المستقبلات تفتح القنوات ويدخل السوديوم إلى الخلية العضلية لينتج جهد الفعل فيها أي ترتفع الشحنات الموجبة لتصل إلى عتبة التنبيه التي تحفز المزيد من قنوات السوديوم الحساسة لفرق الجهد ويدخل المزيد من السوديوم وهكذا كما يحدث في الخلية العصبية تماماً في النهاية يستمر جهد الفعل بالانتقال حتى يصل إلى قنوات السوديوم الموجودة في أونيبيب مستعرض إذن تخيلوا أن جهد الفعل أو الإشارة القادمة من الخلية العصبية تتحول إلى إشارة كيميائية تحفز المزيد من جهد الفعل حتى يصل إلى الأونيبيب المستعرض في هذه المنطقة هنا توجد مجموعة من البروتينات التي تصل بين الشبكة الساركوبلازمية والأونيبيب المستعرض كأنها جسر كما في الرسم أمامكم يعتقد العلماء أن هذه البروتينات تتضمن تريدين وجينكتين وكالسيكويسترين وريانودين لكنها مرتبطة في مجموعة واحدة كجسر بين الأونيبيب المستعرض والشبكة الساركوبلازمية فعندما يقترب جهد الفعل من هذه البروتينات وتصبح الشحنات موجبة أكثر عندها، تتحفز وتطلق أيونات الكالسيوم من داخل الشبكة الساركوبلازمية إذن، تخرج أيونات الكالسيوم من الشبكة الساركوبلازمية إلى سيتوبلازم الخلية العضلية أو المنطقة الداخلية للخلية، ما يؤدي إلى ارتفاع تركيز الكالسيوم داخل الخلية فيرتبط بالالتروبونين الذي يحرك الالتروبو مايوسين بعيداً عن المايوسين وعندها يتمكن المايوسين من الارتباط بالأكتين واستخدام جزيئات ATP لسحبه، كما تعرفون من الدروس السابقة بالمقابل، حين تختفي الإشارة، تغلق قنوات الكالسيوم، بينما تستمر المضخات بالعمل لإعادة تركيز الكالسيوم إلى وضعه الأصلي ما يؤدي إلى إنهاء الانقباض وعودة العضلة لوضع الاسترخاء والتمدد مجدداً تستنتجون مما سبق أن الشبكة الساركوبلازمية تمثل مخزون الكالسيوم فعندما تكون العضلة مسترخية، تسحب الشبكة أيونات الكالسيوم من داخل الخلية وبالتالي لن يرتبط المايوسين أو يسحب الأكتين لكن عندما تأتي إشارة ما، تخرج الشبكة ما فيها من كالسيوم ليرتبط بالتروبونين فيتحرك التروبو مايوسين سامحاً للمايوسين بتحريك الأكتين، وتنقبض العضلة الآن أصبح لديكم فكرة عامة حول طريقة تحفيز الخلية العصبية للخلية العضلية عن طريق تحكم الشبكة الساركوبلازمية بحركة أيونات الكالسيوم عبر غشائها من وإلى داخل الخلية إن دور المضخات على غشاء الشبكة مهم جداً في هذه العملية إذ بمجرد انتهاء الإشارة وإغلاق قنوات الكالسيوم، تسترجع الشبكة الساركوبلازمية تركيز الكالسيوم لوضعه الأصلي خلال 30 جزءاً من الثانية فحين توجهون لكمة أثناء التمرين على سبيل المثال، تتمدد يدكم بعدها في أجزاء من الثانية وذلك لأن إنهاء الإنقباض يكون في 30 ملي ثانية أي خلال 1 على 30 جزء من الثانية وبهذا نصل إلى نهاية الدرس وستتعرفون في الدروس القادمة على أجزاء الخلية العضلية بالتفصيل